السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين إن شاء الله الموضوع اللي راح تكلم عنه هو فيلم دنكي لشاروخان اللي هو المفروض ينزل في تاريخ في شهر ديسمبر نهاية شهر ديسمبر في الكريسماس طبعا شاروخان من بعد نجاح فيلم باتان ومن بعد نجاح الكبير لفلم جوان خلاص يعني ريال في العلالي يعني ما يفكر بأي فيلم راح ينزل معه فقامت هناك إشاعات تطلع خصوصا من أتباع شاروخان اللي هي من نفس الشركة يقولون احتمال كبير إن فيلم شاروخان دنكي راح يتأجل ما راح يعرض في شهر ديسمبر مع أن الإعلان عن هذا التاريخ كان من قبل سنة ونص تقريبا بأن فيلم دنكي تم تصويره وانتهى من تصوير هذا العمل والفيلم جاهز للعرض في شهر ديسمبر هذا الكلام سمعناه من قبل ما ينعرض جوان لكن الحين بدت ناس تتكلم ليش هل سيتكلمون الناس؟ أسباب كثيرة واحدة من هالأسباب أنه شهر ديسمبر مزدحم بالأفلام أنيمال مال رمبير كابور عندك في فيلم مال بيكي كوشال سام بهادور اسمها شيء من هالقبيل فيلم كبير جدا ضخم وكذلك في فيلم مشاهد كابور وكيرتيسانا راح ينزل في نفس الشهر وأيضا في فيلم اسمه يودها راح ينزل أيضا في نفس الشهر مثل ما سمعنا في أفلام بعدها يعني تغريبا احتمالية نزولها في شهر 12 معهم فيلم دنكي أنا أشوف في منظوري الخاص أنه مفروض شهر وخان ما يغير التاريخ هذا أي نعم الناس تقول يا أخي خلنا خلاص الفلمين هذه السنة ليش ثلاثة فيلم؟ خلنا نستمتع بهذا الفلم الثالث في شهر يناير مثلا بس شهر يناير راح ينزل فيلم رتيكرووشن معين كابور اللي هو فيلم فايتر راح تنزل أفلام ثانية في شهر اثنين يعني بنقعد ننتظر بعد فيلم شهر وخان ياخذ وقت أطول فهذا الشيء أنا أشوفه صعب يفضل أن هذا الفلم ينزل في شهر 12 لأسباب كثيرة ألا وهوية الفلم أو شهر وخان بنفسه قبل قال أنا راح ينزل ثلاثة فيلام يعني عناته هو راح يمتلك هذه السنة بالثلاثة فيلام مو حلوة أنه بعد ينزل له فيلم في 2024 فيلم دنكي المثلا اللي أنا متوقع للنجاح الكبير ينزل في هذه الفترة وأوردي نحن يعني طعمنا نجاح شهر وخان راح نطعم بشكل عادي في سنة 2024 مع أنه هو الأفضل أنه يكون فيه تحدي كل سنة نجم ياخذ محتوى أو كم نجم ياخذ فرصته في العام مثل هالسنة خذها سنة ديول مع شهر وخان وشهر وخان مع سنة ديول وأيضا في مثلين آخرين راح يكون لهم استحقاقات أنا أتمنى أن الفيلم هذا ينزل في شهر 12 لسبب آخر على وهو أنه وهيدين منتظرين مو بس شهر وخان منتظرين أي ضراج كومار حيراني المخرج المبدع اللي عمل أفلام جميلة مثل سنجو أفلام ثري إيدس وطبعا لا ننسى مناب هاي بالجزئين الأول والثاني وفيلم بيكي فهذا المخرج أول تعاون مع شهر وخان لو ما نشوفه على الشاشة لو ما نشوفه في شهر 12 وشهر ديسمبر أصلا فاضي يعني شهر ديسمبر متى بيكون فاضي من بعد الكريسماس راح يكون فاضي لين ما ينزل فيلم The Fighter أو Fighter مالريتيك روشن فعنده فرصة كبيرة فمستحيل أنه يعني يأجل وأيضا من المستحيل أن شاروخان فيلم ما راح يعني ينافس هالأفلام مغرض هذه الأفلام اللي يتخاف أكثر مو فيلم شاروخان دنكي بعد النجاح الكبير والزخم الكبير من النجاح اللي عملها شاروخان مو معنات الأفلام الثانية يعني راح تكون أقوى منه فهم الأفلام الثانية لازم تخاف ومغرض الأفلام الثانية كان مفرد ما تتأجل تأجلت أكثر من مرة أي نعم شهر 6 وشهر 5 كانت فرصة جميلة لهذه الأفلام هنا تنعرض لكن تأجلت تأجلت لعدة أسباب ونتو عارفين فيلم أنيمال ليش تأجل بسبة فيلم قدر وموضوع فيلم قدر نرجع للمرة ثانية فيلم قدر نزل مع فيلم مهمة Oh My God فيلم جيلر فيلم ثاني من الجنوب نزل فيلمس اليوم لكن مع ذلك قدر قدر إنه يكمل مسيرته فعادي شاروخان ليش ما يقدر أكيد يقدر ونص بعد بعد فيلم دنكي وفيلم كبير ورح ينزل في فترة جميلة أنا أشوف إنه ينزل أحسن إذا أنتم مليتم من شاروخان أنا ما مليتم منه أنا أريد أشوفه صراحة يعني بعد ما شبعنا من بتان وقعد نشبع عن فيلم جوان نبقى أيضا نتشبع أيضا مع فيلم دنكي أنتو شو رأيكم اكتبوا لي في الكومنت أبي دنكي جو آني والي هي شاروخان كي ديسمبر ايسا كوچ لوگون أبي سشروعات كري كهنائم بور رح كي شادي فيلم بوسبورت موجاين كي ديسمبر كمهينا هي بغوت فيلم آني والي رمبير كابور كي أنيمال آني والي يودها آني والي سد هارت كيوان ويكي كوشال كي آنه والي سام بهادر كئين فيلمين آنه والي دسمبر كمهينا اس لئے شايد یہ تسپورت ہو جائیں دوسري بات یہ بھی ہے کہ ابھی شاروخان نے دو بڑی سوبر بلوک بسل فلمیں دیئے سال میں بھٹان اور جوان تو دو فلموں کہ ہم لوگوں نے لطف اٹھا دیا اور شاروخان نے بہت پیسے کم آئی تب تک آئیں گی فائٹر رتک روشن کی تو یہ ایک اچھا فائدہ رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ شاروخ خان کے سامنے کونسی فلم آ سکتی ہے ابھی یعنی جتنے بھی فلم ہے جو بھی میں نے نام لیا ہے وہ سب شاروخ خان کے سامنے نا کے برابر ہے میرے نظر میں کیونکہ اچھی فلم ہے انیمل مجھے لگ رہا ہے کہ انیمل اور سامباد اور بھی اچھی فلم رہیں گی پتہ نہیں شاہد کپر کسی رہیں گی یا پھر یودہ کیسے رہیں گی لیکن فلم ڈنکی جو راج کمار حیرانی کی ڈائریکشن میں جو انہوں نے اتنی اچھے فلمیں بنائے ہیں فلم جیسے کے لئے منا بھائی فیس پارٹ سکنڈ پارٹ سنجو پی کے تھری ایڈیٹس یہ ڈائریکٹر کا جو کمبنیشن ہے پہلی بار شاروخ خان کے ساتھ دیکھنے لائق ہے تو کئی لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ اچھا ڈیسنجن نہیں رہے گا کہ اس فلم کو پوسپنٹ کیا جائے ہاں اگر فلم میں کچھ کمی ہے ری شوٹ کی یا پھر کچھ پروبلمز ہے جیسے ہوتے ہیں کچھ فلموں میں یہ فلم میں تو اگر ہوئی تو میں سہمت رہوں گا اس بات کیونکہ شاروخ خان کو کسی کا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی راج کمار حیرانی کی فلم میں کوئی کمی رہیں گی تو اگر یہ بات ہوئی تو کوئی بات نہیں آپ پوسپنٹ کر سکتے لیکن اگر فلم آپ کی پوری فل ریڈی ہے تو اسے ریلیز کیا جائے یہی تاریخ میں جو یہ تاریخ تے ہوا ہے یہ میری نظر میں ہونا چاہیے اور کچھ لوگ بولیں گے ہم لوگ نے دو بار دیکھ لیا شاروخ خان کو اس سال میں کارنامہ کرتے ہوئے تو تیسری بار دیکھیں گے اگلے سال میں نہیں میں بولتا ہوں یہی سال میں کر لو اپنا تیسرا کارنامہ تاکہ اگلے سال کوئی اور ایکٹر آ جائے کوئی اور سپسٹار آ جائے اس سال میں ہم نے دیکھا ہے شاروخ خان سنی دیول اور کچھ لوگ بھی آئیں گے شاید سلمان خان آئیں گے شاید میرے خیال سے پھر رمبیل کبور آئیں گے تو اگلے سال دہیں گے ریتک روشن پھر سے آمر خان وغیرہ وغیرہ تو یہ اچھی بات رہیں گی تو میرے نظر میں یہ فلم یہی مہینی میں دیسمبر میں جو آنے والا مہین آئے دو دو مہینے کے بعد کرسمر نبی دن باقی ہے میرے خیال سے اگر ریلیز ہو جائے تو اچھی بات رہیں گی آپ کا کیا خیال ہے مجھے کوئیٹ میرے لکھر بتائے گا سلام علیکم لبرکاتہ